التحركات العسكرية الإسرائيلية في العراق أضحت نقطة جدلية وملف شائكاً في مواجهة حكومة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي صحيفة انديبندنت عربية نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تحركت في العراق كما تتحرك في سوريا وذلك بعد أسبوع على استهداف قاعدة عسكرية تابعة للحجر الشعبي في قضاء أميرلي بمحافظة صلاح الدين المسؤول الإسرائيلي قال إن إسرائيل تستطيع التحرك في اليمن وفي إيران من أجل منع أعدائها من نقل الأسلحة النوعية أو التمركز في نقاط استراتيجية في المنطقة موضحاً أن التل أبيب كثفت من هجماتها مؤخراً في الجولان السوري من أجل إنهاء الوجود العسكري لحزب الله وإيران هناك على حد تعبيره يأتي ذلك عقب تعرض قاعدة عسكرية تابعة لفصيل حزب الله والحجر الشعبي في محافظة صلاح الدين الأسبوع الماضي لهجوم رجحت الصحيفة أنه نفذ بطائرة من طراز F-35 وبحسب الصحيفة فإن الموقع المستهدف يحتوي على أسلحة نوعية ومنها صواريخ باليستية نقلت قبل الهجوم بيوم واحد من إيران إلى العراق بواسطة الشاحنات لنقل الخضار والفواكه وفي وقت سبق قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميدي حيى رسول أن القصف على المعسكر المذكور تم على مرحلتين عبر طائرة مسيرة مجهولة وحينها أعلن الحجر الشعبي عن إصابة عنصرين له في القصف فيما أشرت الانديبندنت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرات العناصر التابعين للحجر الشعبي والحرس الثوري وحزب الله وخلف دمارا للموقع مشيرة إلى أنه تم استخدام صواريخ متطورة وموجهة في القصف كالتلك التي تستخدمها إسرائيل في سوريا حيث تبلغ زينة الصاروخ نحو طن ويرى مراقبون أن الهجوم كان مؤلما للحجر الشعبي وحلفائه الإيرانيين واللبنانيين سواء كان المسؤول عنها إسرائيل أو أي جهة أخرى معنية بمواجهة الوجود الإيراني في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر